دائما ما يغرد الدكتور أحمد كريما أستاذ الفقه بجامعة الأزهر المصرية خارج السربي وبالاتجاه المعاكس حينما يطلق فتواها الدينية هذه المرة ظهر ضمن لقاء تلفزيوني وأطلق فتوى تحرم استخراج جثامين المصريين القدماء المميوات باعتباره نبش في القبور وهو أحد الأمور المنهي عنها في الدين الإسلامي ولكن استخراج الجثامين يكون فقط للبحث العلمي على حد قوله الفتوى أثارت غضب علماء الأثار في مصر ومن بينهم وزير الأثار الأسبق الدكتور الزاهي حواس والذي وصفها بالفرقعة الإعلامية هذا إلى جانب ما سببته الفتوى من حالة من اللغط على مواقع التواصل الاجتماعي دار الإفتاء المصرية قالت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أن إقامة الهيئات المتخصصة للمتاحف أمرا ضروري في عصرنا الحاضر لأنها الوسيلة العلمية الصحيحة والوحيدة لحفظ الأثار والمميوات الأمم والحضارات السابقة وتهيئتها للدارسين هذا الأمر سبيله التنقيب عن الأثار وهو لا يتعارض شرعا مع حرمة الميت لأن الأصل في عملية التنقيب عن الأثار أن يقوم بها فريق متخصص ومدرب على ذلك ويكون بعلم الجهات المختصة ويراعي في عملية التنقيب كل أنواع الاحترام والإكرام لجسد الممية من منشور دار الإفتة إلى تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي مالك حمادة وافق على رأي الفتوى فكتب تعليقا وقال كلام سليم ما اختلفناش عليه أنه لازم يتم التنقيب عن المميوات بشكل رسمي حفاظا عليها وعلى ترخهم والتعرف عليهم من أجل معرفة أسرار ما تركوا في المقابر والمعابد وإلى آخره لكن بالنسبة للمتاجرة بأجسامهم بعرضها في المتاحف أمام الزوار بمقابل مادي هل هذا احترام لجسد الميت أو الانتهاك لحرمته بغرض عرضها أمام الناس أرجو الإجابة عن هذه النقطة بالذات يبدو أنه كان يتساءل إلى الشيخ تحديدا في المقابل غرد محمد منصور هو مفكر مصري يرد على الشيوخ فقال غويين الشهرة بفتاوى شادة ومنها فتوى أحمد كريمة جامعة الأزهر والتي حرم فيها استخراج وعرض المميوات في المتاحف قائلا هي فتوى خطأ وهدفها الشهرة وتنطبق على لصوص الأثار وليس على العلماء الأكثر حرصا على التاريخ وعلى الآثار يتم عرض المميوات بطريقة علمية سليمة أما دعاء فقالت لا يا شيخ لا مانع شرعا من قيام الهيئات المختصة بدراسة الأثار عن طريق إخراج المميوات القديمة وعرضها في المتاحف ترجمة نانسي قنقر